اشتركوا في القناة قبل الوقت لا يعتبر وكذلك لو قلنا الاغتسال مستحب طيب متى يحصل أجره لأنه لو اغتسل قبل الوقت ما حصل له الأجر قال ابن خدامى رحمه الله وقت الغسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك أجزائه وان اغتسل قبله لم يجزئه قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر هذا البداية الشرعية لليوم المغني والمجموع قال النبي رحمه الله لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزائه عندنا وعند الجمهور وقال مالك لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة المجموع النووي وقال النووي أيضا اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة فإذا الاستحباب الأفضل عند الجميع أن يؤخر إلى وقت الذهاب فإذا أراد أن يذهب اغتسل قال النووي رحمه الله اتفقوا على أن الأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة وقال الشيخ عبد العيس بازر رحمه الله والأفضل أن يكون الغسل عند توجهه إلى المسجد وأما الغسل قبل طلوع الفجر فلا تحصل به السنة مجموعة فتاة والشيخ وقال الشيخ بن عثيمين غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس لأنما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذاب إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة لابن القيم كلام مفصل في ابتداء وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الشمس سيأتي في قضية التبكير متى يكون التبكير والساعات متى تبدأ الساعات طيب إذا اغتسل ثم أحدث هل يعيد الغسل؟ قال النووي رحمه الله لو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على صحته لأنه قد صح ولا وجه لإبطاله المجموع وفي المغني وإن اغتسل يعني للجمعة ثم أحدث أجزاءه الغسل وكفاه الوضو الغسل حصل خلص حصل التنظف حصل بهذا الغسل فلو أحدث بعد الغسل يكفيه الوضو وتنبيعا على مسألة سبق ذكره ولابد من الإشارة إلى قول من يوجب الوضوء فيها لأن ما ذكرنا قولهم من كان عليه حدث أكبر جنابه واغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وتمضمض واستنشق فهذا يصلي بهذا الغسل ولو ما توضى لأن الغسل هنا يجزئ عن الوضو لكن لو كان عليه حدث أصغر فقط بعض الإخوان أثار المسألة في الدرس لو عليه لو عليه حدث أصغر فقط فاغتسل وخرج بدون وضوء لا تصح طهارته لأنهم يوجبون الوضو مرتبا في غسل الأعضاء كما في الآية فلما اغتسل وما عليه حدث أكبر عليه حدث أصغر فقط فلما اغتسل لا يكون غسله وضوءا لا يكون غسله وضوءا وبناء على ذلك من عليه حدث أصغر فلا بد أن يتوضأ لرفعه ولا يكفي الغسل حتى لو بنية الطهارة عند هؤلاء القائلين بوجوب ترتيب الأعضاء في الوضوء ولذلك لو قيل لهم دخل في البحر بنية الطهارة وعلي حدث أصغر وخرج وصل يقولون لا تصحوا صلاته لأن الوضوء لم يحصل وغسل الأعضاء غير مرتب إذن من يقول بوجوب ترتيب الأعضاء في الغسل في الوضوء في غسل الوضوء يقول إن الذي يكون عليه حدث أصغر ويتروش الماء ويخرج فقط فإنه لا يجزع ولونة والطهارة وبناء عليه بناء على هذا لو واحد اغتسل من الجنابة ثم أحدث أثناء الاغتسال قرج من يريح فماذا يجب أن يفعل أن يتوضأ لأنه لو اغتسل رجعنا للمسألة السابقة ذهبت الجنابة ثم صار هناك حدث أصغر فالغسل فقط ليس وضوءا مرتبا وبالتالي لا تصح الطهارة هذا لأنني لم أذكر هذا القول في المرة الماضية أو جوابا على السؤال لما طرح فلذلك ذكرنا بهذه المناسبة غسل الجمعة كغسل الجنابة في الصفة وإذا اجتمع غسل الجمعة مع الجنابة فهل يكفيه غسل واحد أو لا بد من غسلين لهذه المسألة أحوال الأول أن ينوي بغسله الجنابة والجمعة معا ففي هذه الحالة يجزيه الغسل عن كليهما عند الجماهير العلماء الأوسط لابن المنذر بل قال ابن قدامى فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزاءه ولا نعله فيه خلافا المغني طبعا خالف في ذلك بعض العلماء وقد جاء في الحديث من غسل واغتسل وغدى وابتكر ودنى من الإمام ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها رواه النساء وصحة حول الباني وقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل قال السندي روي مشددا ومخففا يعني غسل وغسله فما معناه قيل جامع واغتسل وجامع يعني زوجته أو أمته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق فأراد بقوله اغتسل يعني هو بنفسه أغسل يعني كان سببا في غسل غيره وهي المرأة التي جامعه امرأته التي جامعه فأراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل واغتسل أي هو وعلى هذا فيكون قد اغتسل غسلا واحدا للجمعة والجنابة قال الشيخ العثيمين رحمه الله فقوله غسل واغتسل قال بعض العلماء غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل غسل الجنابة المعروف وبعضهم يقول من غسل أي من جامع زوجته لأن جماعه إياها يستلزم وأن تغتسل وهذا يدل على أن الغسل الواحد يكفي وعن نافع قال كان ابن عمر يغتسل من الجنابة والجمعة غسلا واحدا طيب إذا قيل في غسل الأذى واغتسل من الجنابة وقيل غسل كان سببا في تغسيل غيره بإيجاب الغسل عليه للجنابة واغتسله ثانيا أن ينوي بغسله رفع الجنابة فقط دون أن ينوي غسل الجمعة ففي إجزائه عن جمعة خلاف يعني يعني إذا نواهما معا أجزأ عنهما طيب إذا ما نوا إلا الجنابة هل يجزئ عن الجمعة في إجزائه عن غسل الجمعة خلاف فقيل لا يجزئه وماذا بشافعية والمالكية وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا فقال للجمعة اغتسلت قال لا ولكن للجنابة قال فأعد غسل الجمعة ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مرئ ما نوى وقيل إذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة أجزاء عن الجمعة وهذا مذب الحنفية والحنابلة قالوا لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث والتنظيف قد حصل بهذا الغسل واختاروا من معاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وقال فإذا نوى غسل الجنابة أجزاء عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس وقال في شرح الممتع لأن الواجب أعلى من المسنون فيسقط به ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل من الجنابة إذا وقع في يومها ثالثا أن ينوي غسل الجمعة فقط دون رفع الجنابة كما لو كان عليه جنابة واغتسل للجمعة ناويا غسل الجمعة فقط فإن الجنابة لا ترتفع قال النووي لو نوى غسل الجمعة فقط لم تحصل الجنابة وأيضا يقال غسل الجمعة عن غير حدث وغسل الجنابة واجب عن حدث فلا بد من نية ترفع هذا الحدث علما أن الحنابلة فرقوا بين أن يكون ناسيا للجنابة أو ذاكرا ففي حال النسيان يجزئه عن الجنابة هكذا أو إلى هذا ذهبوا ولا شكل أحوط الإنسان أن يغتسل للجنابة إنما الأعمال بالنيات فإذا قصد غسل الجمعة المستحب ولم يقصد الجنابة الواجب فعليه أن يعيد عليه أن يغتسل مرة أخرى فعليه أن يغتسل مرة أخرى لأجل رفع الجنابة طيب الآن غسل الجمعة هذا مستحب أو واجب في حق من يعني لو واحد مسافر أو امرأة في البيت أو مريض أو من من هو الذي يجب عليه غسل الجمعة أو يستحب في حقي هذه المسألة هي هل الغسل لأجل اليوم أم لأجل الصلاة يعني هل الغسل مرتبط بيوم الجمعة أم مرتبط بص released لأننا قلنا أن الغسل مرتبط باليوم معناها خاطبنا به المرأة ومن لا يجب عليه تجب عليه الجمعة والذي لا يحضر الجمعة ولم يحضر الجمعة نقول يلا هذا يوم فالجمعة ويستحب الغسل ليوم الجمعة أما إذا كنا الغسل للصلاة فالذي لا يحضر الصلاة لا يؤمر به فاستحباب الغسل ليوم الجمعة خاص بمن يحضر الصلاة وذلك لأن الغسل من أجل الصلاة لا من أجل اليوم عند جمهور أهل العلم بخلاف العيد قال ابن قدام ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه قال أحمد ليس على النساء غسل يوم الجمعة وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض وكان ابن عمر وعلق ما لا يغتسلان في السفر لقول عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل فإذا الذي لا يأتي لا يؤمر ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به في مكان الاجتماع وهذا مختص بمن أتى الجمعة والأخبار العامة يراد بها هذا ولهذا سمى غسل الجمعة ومن لا يأتيها لا يكون غسل غسل الجمعة وإن أتاها أحد من من لا تجب عليه يعني جاءت المرأة للصلاة جاء مسافر إلى الصلاة استحب له الغسل لعموم الخبر ووجود المعنى فيه أن تأتي إلى المسجد نظيفا تقطع الرائحة المؤذية لأجل اجتماع الناس ومراعاة لحال هؤلاء المصلين طيب إذا لم يجد ماء للغسل فهل يتيمم قال النووي رحمه الله ولو عجز عن الغسل لغفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك فقيل يستحب له التيمم ويحوز به فضيلة الغسل لأن الشرع أقامه مقامه عند العجز يعني أقام التيمم مقام الغسل عند العجز المجموع وقيل المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بالتيمم ولا يحصل قطع الرائحة بالتيمم وهو اختيار شيخ السلام تيمي رحمه الله لأن جميع الأغزال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها لأن التيمم إنما شرع للحدث وهذا غير محدث فالأغسال المستحبة ليست للتطهير لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج ولم يجد الماء أو وجده باردا لا يطيق استعماله أو كان مريضا فإنه على كلام من تيمم يتيمم أو لا لا يتيمم طيب لو تعارضت فضيلتان فإنه يقدم أفضلهما فلو تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخير الإتيان لأجل الغسل فما هو الأفضل أن يتأخر مع الغسل ولا يبكر بلا غسل فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى للخلاف في وجوبه لأن التبكير مستحب والغسل هناك من قال بوجوبه فإذن نرجح جانب الغسل ولو تأخر وليس التبكير طيب ترجمة نانسي قنقر